انتصار للدولة ومشروعها وتقهقر لأدوات الفوضى ومشروع الميليشيا التي زرعتها أبو ظبي في المناطق المحررة استطاعت محافظة شبوه أن تحتث فارقا في معدلة صراع الدولة والميليشيا المدعومة من الإمارات وتحولا بإمكانه أن يعيد المياه لمجاريها في عدن وأبيان التي واقعتها تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قالت شبوه كلمتها الفصل ووضعت حد الانتشار الفوضى أخمدت القوات الحكومية التمرد في أول جولاته لكن الحديث مبكر عن امتهاء التمرد تماما بعد معارك عنيفة استمرت يومين أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على المعسكرات التابعة لقوات النخبة الموالية للإمارات في عتق مركز المدينة وحولها مره وثماد وشهداء والعلم أكبر معسكرات النخبة وقعت بيد القوات الحكومية التي سيطرت أيضا على خطوط الطرق الدولية الرابطة بين شبوه وحضر موت من الجهتين الشرقية والشمالية بعد تحرير عتق واصلت القوات الحكومية تقدمها باتجاه مفرق مديرية الصعيد لملاحقة مجامع النخبة وأسقطت نقطة العكف بعد مواجهات عنيفة حاولت قوات النخبة استعادة المناطق التي خسرتها في محيط عتق غير أن تعزيز القوات الحكومية أحبط كل محاولات النخبة وفي بيان لوزارة الدفاع أعلنت قيادة الجيش الوطني استكمال السيطرات على مركز محافظة شبوه وتطهير كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قيادة الجيش أكدت على التصدي لتمرد بكل حزم وقوة وتعهدت بحماية المدن والمؤسسات والدفاع عن مكتسبات الوطن ضد أي أطماع داخلية وخارجية وطالبت القيادة دولة الإمارات بوقف التحشير والدعم العسكري واللوجسي للتشكيلات الخارجة عن القانون وقالت إن ذلك يمثل تهديدا لأمن ووحدة واستقرار اليمن أبرزت معارك شبوه مواقف الشرعية الواضحة والحازمة من التشكيلات المتمردة ومن الإمارات التي تدعمها كما أعادت أمل اليمنيين باستعادة الدولة وحماية سيادتها وتحرير المراطق الخارجة عن سلطات الشرعية وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن وتلك الخاضعة لسيطرة ميليشيا القوتي